رغم ارتباطاته العملية والعائلية يضحي الشاب مراد بالكثير من وقته يبدع بأنام اليديه بكل ثقة وإتقان في تحويل مساحة خضراء فارغة إلى تحاف فنية يتمتع الناظر بها فشغفه وحبه للرسم جسده في هذه اللوحات نحن نحب هذه المبادرات نحب نشجع الشباباً تانا كل خطراً ندروا مبادرة كل خطراً نحب الرفع من معنويات الشباب الموجودين هنا لعنده يبدأ أنه يخرجوا للأرض الواقع موهبة تعلمها ابن ولاية باتنا منذ نعمة أظافره فبإمكانية بسيطة جداً وبأمواله الخاصة يستطيع مراد أن يجسد الكثير من هذه التحف تحف كلها تزيد منظر المدن جمالاً أنا بغيت أن نوصل رسالة للمسؤولين ماذا بهم كينا مجموعة من الشباب يعني فنانين بطاقة هائلة جداً نتمنى إن شاء الله يعتنيوا بهم ويقدموا لهم يد المساعدة نأكد لهم باللي راح يديروا مبادرة ما يتصوروهاش نهائياً لأنه حالياً عندهم مجسامات عندهم أنواع من الأعمار راح يموجود على مستوى المدارس وكذا رغم قلة الإمكانيات ومحدودية الدعم لمثل هؤلاء الشباب الموهوب إلا أن مراد يطمح مستقبلاً في وضع بصمته وتكوين شباب شغوف مطالباً في نفس الوقت السلطات المعنية بتوجيه نظرة اهتمام لهم